يعني أعتقد بأنه بالإمكان نعم تجديد لبنان على قواعد جديدة ودمن صيغ جديدة يعني لبنان الذي كان في العام 1975 وهو وليد لبنان الكبير في العام 1920 أعتقد بأنه هذا لبنان انتهى وبالتالي أنه المتغيرات التي ترأت على لبنان على المستوى الثقافي على المستوى السياسي على المستوى الاجتماعي على كل المستويات تفرض إعادة النظر بدور لبنان على المستوى الداخلي ووظيفة لبنان على المستوى الداخلي ووظيفة لبنان أيضا على المستوى الخارجي لو حصرت الحديث بالمستوى الداخلي أعتقد بأنه الشراكة التي كانت معمولا بها منذ العام 1920 إلى عام 1975 هذه الشراكة ابتهمتها الحرب وبالتالي حرقتها الحرب جاء اتفاق الطائف أيضا في العام 1989 تسعين ليعيد بناء لبنان وفق القواعد التي عرفها لبنان قبل 1975 أعتقد بأنه أيضا لم تسر الأمور كما يجب لذلك أظن بأن الحفاظ على لبنان يتطلب شراكة حقيقية دستور حقيقي يضعه كل الأطراف الفاعلة في لبنان وغير الفاعل لبنانيون المسألة الثانية إعادة تعريف دور لبنان على المستوى الإقليمي الدور الجانب الثالث أيضا إعادة تعريف التاريخ اللبناني وإعادة تعريف أيضا الاقتصاد اللبناني وإعادة تعريف الدوائر الخارجية للسياسة اللبنانية ضمن هذه الدوائر الخمسة أعتقد لو قدر لللبنانيين أن يجتمعوا على هذه العنوين الخمسة أو على هذه البنود الخمسة نعم بإمكان لبنان أن يعود منارة ويعود موئلا للجمال وبالتالي أن يكون جسرا حقيقيا بين الشرق والغرب لما يمتلكوا من قدرات عقلية وفكرية وحضرية وعلمية هائلة أختم وأقول لو قدر لللبنانيين وبالتالي تجنب الكثير من خصوماتهم التافهة بإمكان لبنان أن يعود إلى مكان عليه قبل الحرب إنما بقلب جديد وعقل جديد وقالب جديد